بصراحة أصدقائي أواجه كثير من التساؤلات حول موضوع رجال الدين أنا أرى شخصيا أن حال رجال الدين حال لا يسر رغم أنهم الآن متمكنون ويعيشون في أسهى فتراتهم لكن لكنهم يشعرون فعلا بأنهم على محك هائل وخطير ويواجهون وضعا مصيريا يجب أن يجدوا له الحلول لهذا نجد بعض المجددين والذين يحاولون إصلاح الدين أو يقدمون أفكارا بديلة مثل الجماعة القرآنيين مثل عدنان إبراهيم لكن المشكلة الخطيرة أن المحافظين أو الذين يحرصون على أن الدين هو هكذا ويجب أن نتقبله كما وصلنا ولا نقاشة في هذا الموضوع هم لديهم منهجهم القديم الذي تعودوا عليه ولا يريدون تغييره لهذا في المحصلة رجال الدين والمتدينين وكل مؤمن ومتدين أو كل إنسان في مجتمعاتنا التي تعيش في فضاء الدين وتتغذى على هذا على قيم هذا الدين وتعاليمة وأفكار وفرائضة وكل ما فيه إحنا مجتمعات نعيش على طعام الدين هذا الطعام هو الذي نحتسيه ونأكله ونقول به ونعجنه وينعجن به وينعجن به وينعجن بنا فأصبحنا مجتمعات دينية إحنا جميعا الآن في مأزق هائل لأننا نعيش وكأننا في عالمين في آن واحد عالم منهج مختلف تماما عن المنهج الذي يعمل عليه عقلنا ويعمل وفقه أو ينصحنا به رجال الدين أو أيضا العقل الذي يعمل به رجال الدين والمنهج الذي يفكرون به ويرون به العالم والأشياء والناس والآخرين وتعاملون مع جميع بهذا الطريقة هذا كله بأكمله إحنا نواجه أزم هائلة فيه بالتالي حجم حجم الكارثة التي نحن فيها غير غير موسوف هو بالضبط شخص مثل شخص من غابات أفريقيا مثلا في لحظة معينة وأتى ودخل في بغداد في العصر العباسي فبالتالي هذا الشخص منهجه ورؤية العالم والأشياء ولغته ومفاهيمه حتى لا تعلم اللغة لن تنحل المشكلة هو بالكامل شخص يعيش داخل بغداد مثلا في العصر العباسي ولكنه لا يستطع أن يتقلم لا يوجد أي شيء لا توجد مقاربات بينه وبين الآخرين المسافة والبون شاسع جدا هذا يؤدي إلى التقوقع ورفض الحداثة أو رفض العالم الذي يعيش فيه ومبادئة وقيامة ومنهش تفكير الناس الذي يعيشون في هذا العالم نحن نفس الحال الآن نعيش المشكلة أنه هذا العالم الحديث غزانا بالكامل في كل تفصيل من تفاصيل حياتنا دخل علينا بيوتنا دخل في جوبنا في أشيائنا في أموالنا في ألاقاتنا في عملنا في حتى طرق طرقنا الخاصة في العمل فدخل في كل شيء لكننا دائما نضع حاجز بيننا وبينها أصبحنا كأنات مزوجة منشطرة انفصامية تقول شيئا وتفعل شيئا آخر أصبحنا لا نعرف أين نحن هل نحن نعيش في هذا العالم أم نعيش في عالم آخر هذا كل ولد صراعات وولد ارتباك كبير جدا بيننا جميعنا والمعضلة الكبيرة أننا لا نجيد ولا نريد أو نحشى بالحقيقة مواجهة الحقيقة مواجهة الواقع الحقيقة كلمة أسطورية مواجهة الواقع كما هو واشتراطاته أو الطريقة التي تأسس به هذا الواقع نحن نعيش واقعا لم نشارك فيه هذا الواقع بأكمله واقع مصنوع من قبل حضارة الغربية التي أصبحتها حضارة عالمية نحن الوحيدون في البشرية الذين ما زلنا نصر على نعيش داخل واقعا جديد تماما في كل تفاصيل لكننا مصرون على أن نبقى كما نحن بالضبط أشبه بشخص يدخل في وكالة ناسه ويضع خيمته داخل هذه الوكالة فبالتالي ماذا يعني خيمة العقلية أقصد فهذا الشخص ويرفض التخلي عن هذه الخيمة لا تتخلى عن خيمتك لكن على الأقل حاول أن تتقبل الحال العالم الذي أنت فيها والفضاء الجديد هذه هي القضية الأساسية التي هنرفضها وعندما يأتي أحد ويقول يا عالم هذه مشكلة نواجهها فعلا ليس الهدف أنه نطعن في الدين أو نطعن في الأشخاص أو في التراث لا بل نحن نحاول أن نعيد النظر في عالمنا هذا نعيد النظر في علاقتنا بالمتغيرات نؤمن بوجود متغيرات على الأقل هذا أبسط شيء أن نؤمن بأن هناك متغيرات وأن هذه المتغيرات مفيدة في جزء كبير من أجه بدليل أننا نعيش الآن بعمر أطول لفترة سن أكبر قابل للناس تموت بالأربعينات الآن تموت بالسبعينات معدل الوفيات الآن الأطفال نسبة الوفيات تقريبا واحد بالمئة كانت خمسين بالمئة في زمن في الأزمان السابقة تقريبا المرأة التي كانت تشتغل ليل النهار في البيت الآن لم تعد بحاجة لهذا الأمر عندها وقت فراغ الإنسان عموما عنده وقت فراغ أكثر أنه يتكتك بالموبايل تصل بالعالم في أي مكان هذا كله متغيرات كثيرة جدا هذا كله يحتم علينا أن نغير طريقتنا وشة نظرنا بالعالم ولن تنقل بالدنيا بالعكسية الآن مقلوبة الدنيا فينا نحن نخشى على شيء نحن في الهاوية ونخشى على هذه الهاوية من أن تنهار بنا أنت في حالة الهيار فهو مثل واحد قاعد في طعر العالم ويخشى على هذا على مكان داخل هذا القعر المتخلف المتهر المليء بالمستنقعات والإشكالات والتداخلات كما يقول أدونيس يقول أن نحن نحن بحيرة جف ماءها وراحة أسماكها تأكل بعضها بعضا باقي خارج العالم هذا بحيرة جف يخل تنشف من مياهها والأسماك متحاربة فيما بينها فنحن بالضبط هكذا بعدما أنت تهاجمني يا أخي لا تهاجمني تكر بأنه هناك إشكال قل لديناه مشكلة خطيرة تعترب وجود مشكلة على الأقل بعد ذلك عندما تعترب وجود مشكلة عند ذلك تتضح الأمور هذا الكلام شنو مناسبته مناسبته أنه صديق من الأصدقاء اسمه هيك أربعة أربعين قال هذا نشرت موضوع عن ديفيد هيوم وضمن رأيي للرجل الدين آية الله كمال حيدري فهو واحد من المجددين يحاول أن يقدم مشهة نظر جديدة بالدين وبالتاريخ وبكل شيء فقال بأنه هذا الرجل المتناقض على حد النخاء وقال أنا درسته عنده وهو في حال الضياع كامل بين يعني محتار بين عمامته وبين الفكر الألماني الذي أصبح يؤمن به وقال أكو كلام كثير حول هذا الموضوع لا يصلح للمقام وفعلا الرجل تعرض إلى الغامة الجبرية بسبب كلامه عن موضوع الشيعة ومذهب الشيعة وقال فيه تناقضات كثيرة وكان مسألة حادة جدا وحكم عليه بأن يبقى في الغامة الجبرية ويعني حكم عليه من قبل من من قبل الكبير الشيعة الخامنية كما نعرف أو كما هو شعر فبالتالي أنا الفكرة أنه هؤلاء أنه كمال الحيدري ونموذج كمال حيدري عدنان إبراهيم شحرور هؤلاء أيضا حتى إسلام بحيرة وغيرهم من هذه المجموعة كلها هؤلاء كلهم يحاولون أن يجدون حلا بين هذا أو يجدون صلة التواصل بين المنهج القديم والمنهج الحديث دعونا لا نتحدث عن العالم القديم والتراث هناك منهج تفكير قديم ومنهج تفكير الحديث معالم الأساسية المنهج التفكير الحديث ومنهج علماني ينطلق من الأرض لكي يفهم السماء ويفهم الواقع المنهج القديم ينطلق من السماء أو من الغيب أو من الدماغ أو من الذهن أو من التصور أو من العقل الميتافيزيقي الغيبي إلى ويحاول أن يفرض هذا العقل وشراطاته وحاجاته وطلباته على العالم هذا المنهج متعارف تماما واتضحت كشفت الحداثة كل عيوب هذا المنهج وبحيث فققته تماما ولم تعود هناك أي فرصة لأن يحيى من جديد هذا السرع الكبير هو السبب الكبير لوجود رجال دين جدد يحاولون أن يخرجون من عنقز جاجة التي وضع رجال الدين فيها أنفسهم ووضعوا الناس أجمعين خلفهم فيها هذا الأمر يجب أن يوصل إلى حده وهؤلاء الرجال يحاولون أن يخلصون الدين من المزق الذي وضع نفسه فيه هي ليس مسألة الدين يعني الدين هنا عندما نقول دين مسألة مقدس لا نتحدث عن العقل الذي نفكر به والمنهج الفكري الذي نتعامل فيه مع العالم علاقتنا بالعالم والأشياء وكل شيء نظرتنا هو ثلاثة أكون إنسان وعالم وألاقة وكون أو الأنا والآخر والعالم بأكمله هذه الثلاثية هي التي نعاني منها من انفصام كامل فيها ونحن مشكلتنا نحن لا نرى أنفسنا كأفراد نحن لا أمن نتحدث على أننا مجموعة أو حشد من الحشود أن نحن المسلمون يعني لا نقول نحن أنا مثلا اقتصادي مثلا أو أو تاجر لا يقول أنا مسلم فالتاجر عندما يجي يقول لك أنا رجل دينك يقارن نفسه بالطبيب والاقتصادي وما لا ذلك والمسلم يقارن نفسه بماذا لا يستطيع المسلم يبقى مسلم لأنه يريد أن يكون مسلم في كل لحظة من لحظات حياته هنا المشكلة الطبيب العالم المعاصر هناك مسافة بين الإنسان وبين عمله وتخصصه وطريقته بالتفكير أو هاي المسافة موجودة هناك مسافة عندما يكون طبيب هو طبيب عندما يعيش داخل المجتمع يعيش بصفة الطبيب مثلا أو مهندس لكن عندما يختلي بنفسه تنتفي عنه صفة الطبيب ويعيش حياته الخاصة أما المسلم أو المؤمن فهو أينما يذهب يجد نفسه غير موجودة يعني معنا الجزء الخاص بملغي تماما أما ما هو متواجد دائما بصفته مسلما هذه الصفة مسلما أو مسيحيا أو أي إيمان كان هذه الصفة تتغلبه وترغص عليه حياته إن كانت هناك حياة يعترف بوجودها وأهميتها وخصوصيتها وهو يذهب إلى البيت يبقى مسلم ويحاول أن يفرض إسلاميته على الآخرين ويطالب الآخرين بإنسيروا حسب الطريقة الإسلامية أنا أعرف أصدقاء حتى يمنع التفزيون يمنع كل شعن أولاده ويربيهم كما كان ما في أحكام عرفية فهذه العملية معناته شنو معناته هذا الإنسان انتفت الصفة صفة الأنا والآخر مع العالم العالم بالنسبة لملغي هو شخص هو مسلم ليس بشخص هو مسلم فقط وعليه أن يؤدي واجب الدين أو الإيمان الذي وضع نفسه به هذه القضية هنا المشكلة المشكلة هنا نريد أن نعيد اتصالنا بالعالم لكننا لا نستطيع لماذا لأنك تقول أنا مسلم مجرد أن تقول أنا مسلم انتهى الموضوع انتهى يعني أنت لم يعد العالم بالنسبة لك له قيمة ولم تعد بنالك لديك علاقة مع هذا العالم إلا علاقة هدنة يعني علاقة بينك وبينه علاقة خصام وتضاد لكن أنت مجبور على أن تعيش ضمن هذا العالم المختلف عنك بصفتك مسلمان فدائما فدائما تعيش في الخائل يعني في هذا العالم الخاص بك وهذا العالم الذي أنت ترتاح الذي يضم عشرات بالآلاف بالملايين من الناس كل واحد ومذهب الديني عليه رجال الدين هؤلاء الآن يعيشون مع بعضهم يقول لك يجب أن نتصرف يجب أن نفعل شيء لكنه لا يستطيعون لأن الوحش الديني وحش هائل وحجمه كبير وضخم جدا حتى إذا رجل الديني يحاول أن يقدم خطاب جديد لا يستطيع هو أفسد الجمهور أفسد الجمهور وغذاهم بتغذية سامة بمعنى الكلم سامة لا علاقة في الدين هو يقدم لهم الصورة اللطيفة للدين والناس صدقت بهذه الصورة اللطيفة وبدأت تحاسب رجل الدين عليها تخيلوا هو يقريم يا عالم قدمت لكم الصورة اللطيفة عن هذا الدين وأبضل واحد يشرح لكم الدين الحقيقي هو عبد الله الرجدي بالمناسبة أنا أشكره جدا لأنه عبد الله الرجدي والقنيبي هؤلاء يقدمون الصورة الحقيقية للدين التي لا لبس فيها ولا غش فهو هذا بالعكس هؤلاء يجب أن أنا أحرض على متابعتكم لكي يعرفون حقيقة هذا الدين الإيمانية يعني هو لا يقدم لك المساوى والأشياء الكوارثة التي حدثت في تاريخ الإسلام والدين والدئة يعني عموما لكنه يقدموها لك بطريقة مختلفة يتقبلون هذه الحقائق لكنهم يقدموها بطريقة طريقتهم التي تقنع المؤمن عموما رجال الدين في مزاق كبير وهؤلاء يحاولون الأغلبية منهم مستمتع بأرباح وثروات وحشود التي تتبعه ويحاول أن يوزيدها ويقول هذا رزق من رب العالمين وفعلا هو رزق من رب العالمين لأنه هو إله إله هو مادام يغذي هذا الإله فالإله يعني هو تجارتها وبالتالي تجارتها هي تجارة دينية فالدين يعيد له هذه التجارة عوائد هذه التجارة هي يسميها رزق على عموما هم هؤلاء فبعض الرجال الدين يحاولون أن ينقذوا هذه السفينة الدينية التي ستتكسر حتما بدون أي شك يعني هذه مسألة التاريخ لا يعود للوراء التاريخ يتقدم للأمام وهذا حدث في الزمن لدى المسيحيين لكن المشكلة بالرجال الديني والإسلامي المسلمين أنا أتوقع رح يكون وضع كارثي لأنهم شديدي الشديدي التطرف وشديدي الأدوانية ولديهم صلاة كبيرة وثم ميليشات وثم قوة كبيرة فرح يكون الأمر في يعني الجماهير والناس بدأت تكتشف الحقيقة وهذا أو لا بغض النظر هنا لا وجد شيء اسم حقيقة بدأت تتكشف الحقائق الواقعية على الأرض وبدأت الناس تعرف بأن المسألة هي مسألة السلطة والسيطرة والتحكم واستعباد بالناس واستغلال لهم ولثرواتهم ولكل شيء يخصهم فبالتالي الآن أصبحت المسألة حادة جدا وستسداد خلال العشر سنوات القادمة وستكون مواجهة حادة جدا ومواجهة 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 إلى طرفي نقيض قد يؤدي إلى حروب طاحنة وكلنا نذكر أو نعرف في أوروبا أوروبا ماتوا بسبب الحروب الطائفية وأيضا بعد ذلك وبسبب هذه الحروب الطائفية انتشر فكر الأنوار وقالوا بأنه يكفينا دين يكفينا خلافات دينية يجب أن نفكر بطريقة عقلانية ونترك الغيبيات وننجأ إلى الأرضيات أو يعني الطريقة العقلانية في التفكير فرجال الدين لدينا الآن المعركة ستكون ليس بين الطائف حدثت بيننا وشأ داعش والشيعة وما لذلك هم الآن في نهاية مسيرتهم الآن المستقبل سيكون معركة هائلة بين الجناعة التنوير الذي تتساعد حضو الله والآن وعداد المنظمين إليه تتزاعد السنوين بشكل مضاعف وانواثق من هذا الكلام وفي الوقت نفسه تنهار الجبال والصروح الدين الموروط ومع احترام للدين الذي في القلوب لكن دين الموروط بدأت تنهار هذه الجبال الصلدة والأسوار العالية لهذا الدين وسبب واضح لأنه لا يقدمون شيئا ولا يفعلون أي شيء لمعالجة مشاكل الناس مسرين بالعمل بالطريقة نفسه أختصر أختصر أن كل رجال الدين هم في حال الضياع وأنهم يشعرون بأنهم في ورطة هائلة وبالتالي يشعرون بخطر مصيري على مصالحهم وعلى وضعهم بالكامل والحيدري وعدنان إبراهيم وغيره غيرهما يحاولون بطريقتهم الإنقاذ لا أكثر ولكن لا يمكن لدين هذا الدين الموروط أن يتغير لسبب بسيط لأنه مجرد أن يتغير يصبح شيئا آخر مختلفا تماما وهذه معضلة الأديان عموما أنها تخترأ الثابت وتبتكره وتعمل عليه وتنجح في نشره وتثبيته في العقول والنفوس لكنه فيما بعد يتحول إلى حجر عثرة أمام كل طريق جديد أو متغير يحدث حول أتباع هذا الدين كما يحدث الآن في الحضارة الغربية والحداثة التي كسرت أو دمرت جميع الأسوار الميتافيزيقية وما يسمى الروحية شكرا جزيلا وأسفل طالب وأتمنى أسمع آراءكم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر